تطلق وزارة التعليم بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني حملة للتعريف بالهاتف الموحد خط مساندة الطفل بهدف تمكين الطلاب والطالبات دون سن 18 عاما من الاتصال بالخط مجانا وطلب المشهور المناسب وحالة مشكلاتهم لجهات الاختصاص لمعالجتها متى ما لزم الأمر وذلك تماشيا مع رؤية الوزارة في توفير بيئة مدرسية آمنة للنقاش معنا هنا في الستوديو مديرة خط مساندة الطفل تهاني المجهد أهلا بك أستاذة تهاني معنا أهلا وسهلا حياكم الله يهلا وسهلا يسعنيكم أهلا وسهلا يعني بداية نريد أن نعرف الهدف من عمل هذه الحملة الخاصة بمساندة الطفل وتلقي كذلك الاتصال من الأطفال الحقيقة خط مساندة الطفل في كل عام يسوي حملة بالتعاون مع وزارة التعليم برنامج عمل أسر الوطني هدفها تعريف الطلاب والطالبات والكادر التعليمي بخدمات خط مساندة الطفل هذا العام نطلقها بمزامنة عودة الطلاب للمدارس طبعا لتبصير أولياء الأمور وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية لمفروض اتباعها بعد الجائحة وكلنا نعرف أن أطفالنا صار لهم تقريبا عامين منقطعين عن المقاعد الدراسية فأكيد العودة ستكون لها إجراءات محددة نوعي الأهالي ونوعي الكادر التعليمي بأهمية دورهم في خلال هذه الفترة ما هي الخدمات التي تقدم عبر خط مساندة الطفل؟ الحقيقة يمكن أن الناس اللي عارف خط مساندة الطفل هو تقريبا صار لأكثر من ثمانة أو تسع سنوات اللي هو واحد واحد ستة ثلاث واحدات عارفين أن خدمات الخط بتشمل الأطفال دون سن الثامن عشر وبتقدم كافة الخدمات النفسية والاجتماعية والتعليمية والقانونية جميع ما يعني بالطفل دون سن الثامن عشر الخدمات تقدم للأطفال ومقدمين الرعاية وكذلك الآن بما نحن بخضم التعليم فأكيد طبعا دعم المرشدين والطلابيين وتهيئتهم ويعني التعاون معهم يدا بيد والأولياء الأمور لوصول إلى بر الأمان مع الطفل هل نستطيع أن نعرف أكثر المكالمات تأتي هل هي لاستشارة التعليمية من نفسية أم ماذا؟ الحقيقة كانت في السابق قبل الجائحة يعني لازم حنا نشير على حتى حنا نسوينا دراسات في برامج جميع الأسر الوطني عن هذا الموضوع في قبل الجائحة قبل 2020 كانت أغلب المشكلات تكاد تكون أكثرها يعني تتناول بين العنف المدرسي أو المشاكل المدرسية والمشاكل الأسرية والمشاكل أيضا للعنف اللي هي مشاكل الجسدية اللي هو العنف الجسدي أو العنف الجنسي الحقيقة بعد الجائحة تغيرت شوي صار فيه ارتفاع في المشكلات النفسية عند الأطفال ومشكلات السلوكية والمشاكل في المنزل طبعا هذا كلها يعزى إلى أكيد تواجدهم في البيت المستمر أحيانا ما يكون فيه وعي كافي من أولياء الأمور أو خلينا نقول الأهالي لتوعيتهم لأنه كثير أطفال صار عندهم حالات نفسية سواء مخاوف من العودة المدرسة أو حتى مخاوف من التعليم صاروا انطوائيين أكثر صار عندهم خوف من المجهول الخارجي بسبب المكوث في المنزل طيب كيف تقومون بمعالجة مثل هذه المشكلات سواء ما يخص المشكلات في التحرش الجنسي وما ذكرته والعنف ووصولا إلى جائحة كورونا والمشاكل النفسية التي سببتها من يعالج هؤلاء الأطفال الحقيقة ما هو بس شيء واحد ليس شخصا واحد شخص واحد اللي رح يعالج الموضوع الموضوع مرة كبير جدا ولكن حنا عندنا في خط مساندة الطفل بنقدم السبورت كان طول الوقت يعني الخط شغال كل الوقت يعني ما وقفنا يمكن لفترة اللاكد اللي هي بسيطة عشرين يوم أو أقل بس عشان ننقل العمل في المنزل أثناء الجائحة 2020 فكنا متواجدين مع الأطفال متواجدين مع أولياء الأمور متواجدين حتى في المدارس لما بعد المنصة والتعليم فكنا موجودين لدعم هؤلاء من خلف طبعا نحن اللي بقدمون الخدمة مستشارات نفسيات واجتماعيات مدربات تدريب عالي ومؤهلات للتعامل بشكل فوري مع أي استشارة تردنا يعني فجميع الاستشارات التي ترد بيتم التعامل معها فورا فبالطبع أكيد تختلف حتى المشكلات خلال الفترات السابقة عن الفترات اللي كانت في الماضي مثل هذا التعامل ومشكلة كذلك عن أخرى تفضل تختلف كذلك مشكلة عن أخرى أكيد أكيد وزي ما ذكرت لك يعني نحن الآن يمكن عشان بس نتكلم عن التعليم لكن خلينا أتكلم بشكل عام ارتفعت عندنا المشكلات الأسرية يعني داخل المنزل خلال الجائحة أي خلال الجائحة صار فيه ممكن وقد ذكرت قبل كذا في لقاءات سابقة مشاكل الطلاق ومشاكل الرؤية الأطفال لأهاليهم تعرف خلال فترة الحجر ما كان فيه الرؤية والزيارة يعني صار فيها عدة إجراءات هذه خلال فترة الجائحة الحين بعد العودة للمدارس ارتقينا حنا صارنا تقريبا فترة نعدل هذه الحملة بإذن الله تنطلق يوم الغد الحملة هذه رح يصاحبها ورش عمل تقدم للمرشدين والطلابيين للمعلمين للكادر التعليمي بكافة مناطق المملكة تستهدف كافة كادر التعليمي كافة كيفية التعامل مع الطفل بعد عودة لمقاعد الدراسة طيب كيف أنا أريد أن تجيب على هذا السؤال كيف يجب على الأهالي أن يتعاملوا مع أبنائهم مع كل ما سببته جائحة كورونا من مشاكل أسرية من مشاكل نفسية على الأطفال بسبب عدم وجودهم مع أقرانهم في المدرسة وخصوصا بعد عودتهم الآن لمقاعد الدراسة كيف يستطيع الأهالي التعامل بشكل جيد مع هذه المشكلات الحقيقة ما هي مرحلة وحدة هي عدة أشياء أول شيء طبعا الاستماع للطفل والاستماع المخاوفة مشاركته في الرأي الشرح له الفيروس هذا كيف طريقة الفيروس وكيف التعامل معه الاستماع له محاورته يوميا في الأشياء اللي صارت في المدرسة ندع الطفل يعبر بحرية عن اليوم الدراسي حتى لو كان في مخاوف عند الطفل وهذه موجودة ترى المخاوفة خصوصا الأطفال اللي خلينا نقول في المراحل المبتدئة اللي مثلا درسوا سنة أولى في البيت وبعدين جو السنة هذه السنة الثانية فما صار في تمهيد قبل ذهابهم من الدرسة فصار في عندهم مخاوف إعطاؤهم يعني هذه التبس أو الخطواء النصائح للأهالي والأولياء الأمور في الحوار في وضع مساحة مشاركة حتى في الجدول الدراسي اليومي إيش اليوم راح تسوي في المدرسة وإيش الأنشطة اللي أخذتوها حتى نشاركهم في شراء الأغراض الخاصة بالمدرسة والتعبير عن مخاوفهم يعني عندنا خطوات كثيرة ممكن إحنا نستخدمها مع الطفل ونرشد فيها المرشدين والطلابيين في المدارس في كيفيته نجاوب على تساؤلاتهم عن الفيروس نطلعهم على جداولهم نتواصل أيضا مع المدرسة ونحرص أيضا طبعا إحنا كثير نعرف أنه الطلاب خلال فترة الجائحة كانوا في المساء بداومون فطبعا تلخبط جدول النوم يعني هذا والعودة وكثير الله يعطيهم العافية الأهالي يتعبون ويعانون في تأهيلهم في كيفية عودتهم إلى النوم الطبيعي فهذه أيضا من ضمن النصائح اللي يتم إعطائها طبعا هي الورشة كبيرة وورشة العمل هذه كبيرة وكثير فيها نصائح سواء للمشهدين الطلابيين أو للمعلمين اللي هم مباشرة أو لهم الأهالي لمن يصير في مجالس أولياء أمور يعني الخط يقوم بدور خط مساندة الطفل يقوم بدور الرابط بين الجهتين وتوعيتهم بالأشياء والإجراءات اللي المفترض تأخذ خلال هذه الفترة أخيرا نذكر فقط بالرقم الخاص بمساندة الطفل 116-111 وهو سهل كل أطفال يعرفون اللي هو 1-1-6 و 3 وحدات بالأخير 116-111 ورحنا ننتظر كذلك إطلاق الحملة بإذن الله تعالى أكيد وطبعا إمكاني أنا ما أدري أشرط أو لا حنا ترى كل سنة بنسوي حملة سنوية كل مرة لهثيم فصارنا يعني إحنا متعاونين مع وزارة التعليم طبعا عندنا حملات أخرى لكن وزارة التعليم إحنا كل عام نطلق فيها حملة يعني تقريبا حملتين سنة هذه مع التغيير في الخطة الدراسية صار عندهم ثلاثة ترامف دراسية فكل ترم رح يصاحب حملة للتوعية بخط مساندة نتمنى لكم التوفيق وتحقيق كذلك بإذن الله تعالى أهداف هذه الحملات شكرا جزيلا لك بإذن الله مديرة الخدمات المجتمعية بمساندة كذلك الطفل الأستاذة هانية المشهد أشكرك للحضور والمشاركة معنا شكرا شكرا لك